الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله ها هي أفواج الحجيج تقبل إلى بيت الله راغبة فيما عنده سالكة إليه كل فج ها هم يأتون ملبين لله سبحانه وتعالى محرمين وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم هكذا إذن هذه الفريضة العظيمة التي يتردد صدى أصوات الذين أتوا بها كما أذن الخليل إبراهيم بالحج في الناس أولا فأجابوا ولا زالوا يجيبون جيلا بعد جيل هل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين وهل شممت عبيرا أزكى من غبار المحرمين وهل هزك صوت أروع من تلبية الملبين وما يزال وعد الله يتحقق منذ إبراهيم عليه السلام إلى اليوم والغد ومئات الألوف يتقاطرون من فجاج الأرض البعيدة تلبية لدعوة الله التي أذن بها إبراهيم عليه السلام والله سبحانه جعل مكة منسك عباده وأوجب عليهم الإتيان إليها من القرب والبعد متخشعين متذللين كاشف رؤوسهم ومن لباس الدنيا متجردين فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاد الله وأحبها إلى الله ومختاره من البلاد لما جعل على أرضها هذه المناسك وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل مسلم قادر أن يسعى إليها وأن يطوف فيها إلا هذه البقعة الأفئذة تهوي وتهفو إلى رؤية البيت الحرام ينفقون أموالهم ويبذلون مهجهم فاجعل أفئذة من الناس تهوي إليهم مكة خير بقاع الأرض وأشرفها وأفضل البلاد عند الله وأعظمها وأحب أرض الله إلى الله سبحانه وتعالى وقد قال عليه الصلاة والسلام والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت وقال ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله هو المسجد الحرام الذي بمكة كما قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام إذن مهبط الوحي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كما أسسها إبراهيم الخليل فكان مولد نبيه فيها ومبعثه فيها وفتحها على يده بعد ذلك منها بدأت الدعوة إلى دين الله وأول بقعة في الأرض ظهر فيها التوحيد بعد أن عمى الشرك الأرض ومن فضائل مكة أن الله جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم ولا تقطع فيها شجرة ولا ينفر فيها صيد فلا ينحى عن موضعه ولا يصاد ولا يختلى خلاها يعني لا يقطع الرطب والعشب من المرعى فيها ولا تلتقط لقطتها للتمليك بل للتعريف ليس إلا وقد قال عليه الصلاة والسلام حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف أقسم الله بها في كتابه العزيز في موضعين فقال وهذا البلد الأمين وقال لا أقسم بهذا البلد لا هذه تأكيد للقسم ومن فضائلها أن الله سماها أم القرى وجعل كل القرى في العالم تتجه إليها في الصلاة ومنها خرج النور إلى كل القرى في العالم وكذلك أوحينا إليك قرآن عربي لتنذر أم القرى ومن حولها فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها فهي أصلها ومن خصائصها أن الله شرفها فجعلها قبلة العالم ويحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ومن فضائلها أنها محروسة محفوظة لا يدخلها الدجال كما قال عليه الصلاة والسلام ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب يعني مدخل أو باب إلا عليه الملائكة صافينة يحرسونها والحديث في البخاري ومسلم ومن خصائصها أن الصلاة فيها تعدل مئة ألف صلاة فيما سواها كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ومن خصائصها أن الله حرم شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد هو أفضلها فلا يجوز لمسلم أن يسافر إلى بقعة بقصد العبادة عندها إلا المواضع الثلاثة وعلى رأسها المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى ومن خصائصها أنه يعاقب فيها من هم بالسيئة وإن لم يفعلها كما قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم والمضاعفة كيفا لا كما فتعظم السيئة وهذه الأيام مع توافد حجاج بيت الله الحرام ليشهد المنافع العظام في هذه المشاهد الجليلة عربا وعجما كبارا وصغارا ذكورا وإناثا امتثالا لأمر الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين والحج يهدم ما كان قبله كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله الحج طهارة من الذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث يعني لم يتكلم بالكلام الفاحش ولم يفسق لم يأتي بسيئة ولا معصية رجع من ذنوبه رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والمبرور الذي لم يخالطه إثم ولا رياء ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق فلا رفث فيه ولا فسوق والحج ينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لأبي غالب أدمن الاختلاف إلى هذا البيت فإنك إن أدمنت الاختلاف إلى هذا البيت لقيت الله عز وجل وأنت خفيف الظهري يعني من المعاصي والأثام والحج من أفضل أعمال البر حج مبرور ينوي إخلاص النية لله ويحرص على القيام بما أمر به الله ويسارع إلى المغفرة من الله ويجتنب ما أحرم الله من نظر محرم وكذب وغيبة وغش وغدر ونحو ذلك ويتخلق بالأخلاق الفاضلة فيكون طلق الوجه طيب النفس رضي البالي وكذلك فإن الظلم في هذه الأماكن عاقبته وخيمة وإثمه وبيل وقد قال الله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فيكون المسلم سلما لله ولدينه والعباده وكل من استطاع الحج يجب عليه على الفور ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقد قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ذروني ما تركتكم وكل قادر مستطيع ببدنه وماله يجب عليه أن يسعى إلى الحج فورا وكل عاجز ببدنه وماله لا يجب عليه والعاجز ببدنه القادر بماله ينيب من يحج عنه من ماله والعاجز بماله القادر ببدنه إذا كان قريبا إذا كان قريبا أقل من مسافة قصر فعليه أن يأتي ولو على قدميه ويجب على المستطيع حج الفريضة ولو لم يأذن له الوالدان وكذلك الشاب البالغ إذا قدر ولا يجوز لأبويه منعه من فريضة الله وكذلك لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حج الفريضة إذا كان لديها محرم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر للحجاج حجهم وأن يرزق من لم يحج الحج إلى بيته العتيق وأن يزيدنا من فضله ومغفرته ورحمته والإتيان إلى بيته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يلهمنا رشدنا وأن يقين شر أنفسنا ترجمة نانسي قنقر